السلام عليكم أصدقائي وياكم حسين من قناة تيك فون كنا سمعنا بالحرب التجارية بين أمريكا والصين وشلون فرض ترامب قيود على هواوي ومنع بعض الشركات من التعاون ويهواوي وخصوصا شركة جوجل شدد عليهم حتى يوقفون تعاونهم ويشركة هواوي لكن الصين بغضت الكل وحدثت نظام خاص بهم وممكن يكون أفضل من أندرويد والآي او اس هذا النظام اسمه الهارماني او اس او الهونج مينج او اس رح يكون اسمه داخل الصين وصرح ريتشارد يو المدير التنفيذي للهواوي بأنه نظام جاهز لإستخدام ممكن ينتقل إليه طوات بسيطة ينتقلون من الأندرويد للهارماني او اس لكن حاليا الأولوية للأندرويد يعني حاليا هم قدروا ينزلون جهاز بنظام الهارماني او اس لكن هم حاليا يفضلون أن يقومون على الأندرويد حاليا ممكن بعدين ينزلون أجهزة بنظام الهارماني او اس وأهم ميزات هذا النظام أنه يشتغل على أكثر من جهاز بنفس الوقت يعني أنه ما رح يكون بس للموبايلات رح يكون للموبايل للساعة سماعة ساعة راوتر تلفزيون أي شيء أي شيء يحتاج نظام تشغيل يعني إذا لو سوون مروحة ما السقف او بالعراق بنكي تحتاج نظام هما تدخل عليه هذا النظام يعني بينقلسيا على كل شيء يشتغل هذا النظام مفتوح المصدر يعني يقدر أي مطور يحدث بهذا النظام ويضيف تطوراته عليه ثاني ميزة بهذا الجهاز أنه خفيف وسريع لأنه يستخدم نواة المايكرو كنار أما الميزة الثالثة فهو نظام آمن جدا ما يقدر أي واحد يخترقه لحد الآن ولا يقدر يوصل الجذورة بينقلسيا أنه يخترقه ما حد يقدر يسوي هذا الشيء حاليا أما التطبيقات فهذا النظام حاليا ما يشغل تطبيقات الأندرويد لكن بتحويل بسيط كل شيء من خلال أدوات خلتها الشركة ممكن تشغيل هاي التطبيقات اللي حاليا موجودة على الأندرويد على الهارماني وائس بخطوات جدا بسيطة وبالفعل بعض الشركات مثل أوبو جربوا هذا النظام وشافوا أن سرعته أكثر بستين بالمئة من أندرويد حسب صحيفة كلوبال تايم لكن التحدي الحقيقي هو هل تنجح هواوي أنه تجذب المطورين حتى يطوروا لها تطبيقات النظام الخاص هذا التحدي الحقيقي لأن عديد من الشركات سوت أنظمة لكن فشلت بجذب المطورين حتى يطوروا لها تطبيقات النظام الخاص تطبيقات لها لكن أنا عن نفسي أتوقع أنه لا أن الشركة راح يعني تنجح بهذا الشي لأن هواوي مو مثل أي شركة هواوي شركة كبيرة شركة مش لون نقول عظيمة لأن شركة قوية بشكل هي بالسوق حاليا فما أتوقع أنه هي هذا الشي يعني يصعب عليها أنا عن نفسي أتوقع أنه لا راح تنجح هواوي أو راح تجذب مطورين وراح أتطور تطبيقات النظام هاي وأنت شو نرأيكم بالموضوع شو تقولون أنه هل راح تنجح هواوي راح تفشل يعني شو نرأيكم أنا هسة أريد من كل الشركات أتمنى أنه نحن نسوفت حملة كليتنا متابعين تقنيين إذا تشوفوني أنه نسوفت حملة على السوشال ميديا أنه نطلب من باقي الشركات من ضمنها أوبو شاومي وغيرها من الشركات أنه تسوي أنظمة خاصة بيهم حتى ليس يصير بيهم مثل ما صار به هواوي مثل ما تذكرون أنه إحنا لما هواوي صار بيها هذا الشي إحنا التقنيين وإنتوا هماتين مستعملين هواوي ظليتوا حايرين أنجزتنا شو حيصير بيها مدري شنو هو يسئلون يعني يوميا يجيني خمسمية ستمئة سوات أنا جهاز فلان شي شنو راح يصير بي أنا جهاز فلان شي هل راح ينشل مع هذه التطبيقات هل مدري شنو لا جهازك ما راح يصير بي شي فلذلك يعني شفتوا إحنا الحيرة اللي صارت بينه لكن لو هواوي محضر النظام ما كان هي حارة ولا إحنا حارة كان قبل بدلت النظام وخلص الموضوع انتهى ولا هي داخلت ولا إحنا دخنة فلذلك لازم كل الشركات تستعد المثل هي شي يوم أنه يجي فهد يوم الترامب هماتين يحضر عنهم جوجل هو يعني نفس المشكلة تصير لكن ذا يعني نظمتها الخاصة ما راح تحير بهذا شي لكن إذا كانت مثل هواوي معتمدة عن نظام الأندرويد وما عندها أي نظام ثانوي راح تصير بيها مثل ما صارب هواوي والظيل حائرة عفو الظيل حائرة الفترة من الزمن يعني قد تكون شهرين أو ثلاثة إلى أن تحاول أن تنشئ نظام إلها ومن تنشئ نظام لازم تدور على المطورين وهالسوال حتى يطورون تطبيقات إلها فهي مشكلة فلازم كل الشركات تكون عندها نظام ثانوي حتى أي شي يصير عندهم بديل فأتمنى نسوي هيكي حملة نسميها هاشتاك نظام جديد حلو هذا الاسم مصحيح هاشتاك نظام جديد إنشروه خليه يوصل للشركات راسل الشركات أنا عندنا فسرح راسل الشركات حتى يصير هيت شي أوكي شباب أتمنى أعجبكم الفيديو أستفادرين الفيديو أذاته والمرة تشوفنيه أطينا اشتراك ولايك وسبسكرايب نفس الاشتراك المهم أطينا لايك واشتراك وتفعيل جرس وخلاص مارد من عندك غير شي حتى نصل مئة ألف بأقرب وقت تحياتي لكم في آمان الله